السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى هنشرح ايه هي الحركة الطويلة والحركة القصيرة قبل ما نشرح ياريت لايك وشير للقناة وسبسكرايب للقناة عشان اكبر كمية من الناس تستفيد بيهم طيب يعني بنسمع كتير قوي في العربي حركة طويلة وحركة قصيرة يعني ايه الكلام ده تعال اقولك انا بقى يعني ايه الكلام ده وليكن مثلا لو كتبت هنا دي اسمع ايه به فتحة با بس طيب لو عملت كده دي بقت اسمها با ومديت شوية دي اسمها حركة قصيرة عشان قلت با لكن دي حركة طويلة اسمها با ومدي شوية هو ده الحركة القصيرة والحركة الطويلة طيب ايه هي الحركة القصيرة الحركة القصيرة هي الحركات العادية اللي هي زي الفتحة وزي الضمة وزي القصرة تمام لكن ايه هي الحركات الطويلة الحركة الطويلة منها المدود طيب نجي نعرف بقى ايه هو المد المد ده تلات انواع نوع اسمه مد بالالف والنوع التاني مد بالواو والنوع التالت مد بالياق طيب يا ترى المد ده ليه شروط ايوة ليه شروط تعال اقولك ايه شروطه شروط المد مبدئيا ما ينفعش يكتب بالشكل ده يعني ما ينفعش الالف يبقى عليه همزة يبقى اول حاجة ما فيش همزة يعني ما ينفعش يلاقي الواو كده وقول عليها مد ما ينفعش الياء تبقى عاملة كده وقول عليها دي مد كلام ده غلط المد لازم بيبقى شكله الطبيعي الالف والواو والياء ايه تاني شروط المد ما ينفعش عليه اي حركة ما ينفعش عليه اي حركة يعني ما ينفعش يلاقي الاف وليكن ومحتوط عليه مثلا فتحة لا ما ينفعش مثلا الياء ولاقي مثلا تحتها قصرة لا المد اللي يزم يبقى بالشكل ده بالضبط ألف وياو وياق طيب ايه بقى معنى المد المد معناه هي حركة طويلة للحرف اللي اسمه الممدود اللي هو مين بقى الحرف اللي هو الممدود اللي هو الحرف اللي قبل المد يعني مثلا الكلمة دي نجي نشوف يا ترى دي فيها مد آه ما ينفعش أقول دي اسمها الشا لا لازم أقول شا كر طيب هو أنا هنا ما نطقطش الألف معيني الألف المفروض نطقق مثلا لا أنا قلت شا بس يبقى هي المد هي عبارة عن حركة طويلة صوت طويل صوت طويل للممدود من الممدود الحرف اللي قبل المد يعني الشين هنا ده ممدود طيب يلا نشوف كلمة تانية مثلا مثلا كلمة آآآ يلا نكراها عالم فين المد مد بالالف عليه الشروب بتاعتنا عليه همزة لا 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 مفيش همزة يبقى ينفع مد عليه فتحة او ضمة او قصرة لا 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 دي شرطة لا معلوهش ولا فتحة ولا ضمة ولا قصرة يبقى ينفع مد طيب من الممدود الحرف اللي قبل المد على طول اللي هو هنا العين طيب في حاجة مد الالف الممدود بتاعه اللي هو الحرف اللي قبله بيبقى عليه فتحة مد الواو الممدود بتاعه بيبقى عليه ضمة مد الياء الممدود بتاعه عليه قصرة الياء ممكن تكتب بالشكلين بتوحك كده او كده عادي خالص تمام يعني مثلا وليا كون عندي كلمة يلا نقولها مع بعض ع ضي مد شوية ما تقوليه زي بس ضيم عظيم وطلع لسانك في الظه عشان الظه دي من الحروف اللي سوية طيب عظيم في مد ايوة الياء عليها الشروط بتاعتنا عليها همزة لا 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 عليها فتحة وضمة وقصرة لا 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 ده الممدود بتاعها هو اللي تحتيك قصرة عشان دي شروط المد الممدود بيبقى تحتيك قصرة ايه هو المد هي حركة طويلة صوت حركة طويلة للممدود تمام او صوت طويلة شوية للحرف اللي قابلي اللي هو بيسمى الممدود طيب ازاي يخلي طفلي يتعود ان يطلع المد والممدود احنا عارفنا دلوقتي كده المد طب ناخد مد بالواوي الاول قبل ما تدخل على الجزء التالي مثلا مثلا كلمة مد بالواوي اهي يلا نقرأ مع بعض مج مج نو نون عليها ضمة بس وراها مد بالواوي بنقولها نو ما تنفعش اسمها نوب بقى اسمها نو كده مج نو نون في مد ايوة مد بالواوي ايوة طب علي فتحة ولا ضمة ولا قصرة لا 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 الواوي معلاش حاجة عليها همزة لا 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 يبقى دي مد عادي اوكي طيب النون هنا الممدود مين اللي هو حرف النون عليه ضمة عشان هي شروط مد الواوي الممدود بيبقى عليه ضمة طيب كلمة اسد تنفع مد اولا ما ينفعش مد لان الالف اول الكلمة فكده مفيش ممدود الحاجة التانية عليه همزة ما تنفعش وعليه فتحة ما ينفعش يبقى الاسد دي ما فهاش ماد طيب كلمة مثلا كلمة واضحة الكلمة ديها اللي بلا بيتلغبطوا فيها كتير يقول لك ده مد بالالف ولا بالوا لا الوا هنا عليها فتحة وبعدين الوا في اول كلمة فين الممدود بتاحها ده مد بالالف الممدود هو الوا وعليه فتحة عادي خالص طيب كلمة دي موجودة كلمة دي في منهك سنة تانية الفوز يطرق كلمة دي فيها مد انا بسأل السؤال ده بقى ليكوا دلوقتي للأمات اللي بتسمعني ولولاد اللي قاعدين بيسمعوني الكلمة دي فيها مد الفوز طيب تعالوا نقول الوا هنا عليها سكون واحنا قلنا المد ما ينفهش علي فتحة ولا ضمة ولا قاصرة ولا سكون ولا اي حاجة هو بيكتب بشكله طبيعي اللي هو الالف المد والوا والياء من غير اي حركات عليه يبقى اذا الفوز ما فهاش مد تمام طيب ازاي نعلم ولادنا بقى يطلعوا يستخرجوا المد ده كتاب منهك سنة اولى كتاب خارجي تمام اولا لازم نخلي الطفل يقرأ الاستخراجات اللي مطلوبة مش حضرتك اللي تقرأه يعني مثلا هنيجي هنا انا هقرأها بنفس طريقة الاطفال كا لي ما تو كا لي ما تو بي ها بي ها مد بي مد بي الالف مد بالالف يبقى كده معنى اللي انا بقولهولك انا قرأت بالشكل ده مخصوص عشان اعرف حضرتك ان ابنك هيقرأ كده ممكن ما يفهمش من اول مرة هو مطلوب ايه فعشان كده لازم السؤال يتكرر كذا مرة وكذا شكل المذاكرة بنفس الطريقة هو اللي يقرأ حضرتك واحدة واحدة معاه يقرأ وانتي معاه امشي كلمة كلمة هو يقرأ كاليماته اللي يسمي كاليمة كاليمة كلمة بيها مد بالالف طيب خليه اعمل ازاي الولاد بتوع تانية وتالتة وربعة بعد كده هيعرفوه لكن الولاد بتوع سنقوله لسه الاول مرة بنعمل ايه بنقول لهم بصوا للجملة اللي موجودة دي فيه اطفال بتقرأ كويس جدا فممكن تقرأ الكتحة وهتعرف تطلع على طول فيه اطفال لها ما بتعرفش تامي الكلام ده قولي له كده بالزبط حطيلي دايرة على كل الكلمات اللي بيها مد بالالف امشي معاه كلمة كلمة قولي له هنا فيه فيه دي مد بالالف وعرفيني فيه دا حرف جارد فطرد النشاط فيه اطفال بتيجي تقولك الالف ده مد اللي هو بتاع الالف واللم قولي له لا الالف واللم دا لها شرحي تاني اسمها الشمسية والقمرية يبقى ايزا اي الالف واللم ملكش دعوة خالص بيها هي مش مد النشاط ودي الف المد علي فتحه ولا ضمه ولا قصره لا فين الممدود بتاحه الحرف اللي قبله اللي هو الشين تمام خليه يبدأ يتعود ان حضرتك هو اللي يقرأ هو اللي يقرأ مش حضرتك اللي تقرأي له هو اللي يقرأ مطلوب ايه تمام دا شرح المد والممدود يبقى المد هو عبارة عن الصوت صوت طويل للممدود الممدود مين الممدود اصلا الحرف اللي قبله يبقى هو صوت طويل للحرف اللي قبله زي ما قلت لحضرتك فيه فرق بين ما قول به فتحة با وبين ما قول با ويبقى وراءها مادة يعني به فتحة با ديات حركة قصيرة لكن الممدود دي بتبقى حرق بيد للصوت حركة طويلة شوية عشان كده بقول با ما بقولش با واسكت تمام هو كده خلص النهاردة شرح المادة والممدود اه اللي عنده اي سؤال ممكن يكتبه في الكومنت تحت واللي طالب فيديو الحاجة معينة ممكن يكتبه برضو في الكومنت تحت وانا ان شاء الله هكراه وعملوك الفيديو بشكل اللي بيلاقي صوبة المذاكرة معه للولاد بشكل معين اه ما عنديش مشكلة خالص حضرتك تكتبيلي تحت وانا هسهلك ان شاء الله الموضوع في شرح الجزئية اللي حضرتك طلبها وانا وهعملك فيديو بيها تمام الفيديو كده ده خلص بتاع المادة والممدود اه يا رب كان يبقى يكون مفيد ويبقى المادة والممدود اشتغلوا به للاطفال اللي خدت خلاص الفتحة والضمة والكسرة والسكون خلاص المادة والممدود اشتغل به جدا عادي خلاص هو فترته ياخده حتى لو هو في جيجي محدش يأجل ويقول لا ده لازم هو مطلع اقول لا 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 خالص المادة والممدود موجود في التأسيس الكراهة تمام شكرا لكم جدا جدا واللي عايز اي شرح في جزئية معينة يبعتلي او يقول لي ايه هو عايز في ايه وانا ان شاء الله سيقوله لو ربنا كيكتب لي عمر يعني تمام شكرا لكم جدا لايك بقى وشير للقناة وسبسكرايب عشان القناة توصل لناس كتير ونستفاد كلنا باذن الله شكرا لحضرككم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته